مناهج محرفة تحض على القتال والطائفية بدعم دولي من منظمات تدعي الحياة الاعلان الاخير لمنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف عن تقديم طابعات لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الميليشيا اثر حفظة كثير من المتابعين في ظل مساعي الميليشيا القوطية تزييف المناهج الدراسية ونشر الشعارات الطائفية والعنصرية الذين اعتبروا مهمة مكتب اليونسيف في اليمن العمل على حماية الطفولة من مختلف التهديدات ابرزها واخطرها انشطة الجماعة الحوثية ومناهجها التي توجد فكرة حمل السلاح لدى الاطفال وتدعوهم للذهاب لجباهات القتال والتي يرى من خلالها مراقبون ان المنظمة قد انحرفت عن الاهداف التي قسست من اجلها في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير دولية منها تقارير تابعة للامم المتحدة عن خطورة تجنيد الاطفال في مناطق سيطرة الميليشيا المدعومة من ايران تبرز المساعدات والمنح المقدمة من الجهات الاممية الى مناطق الميليشيا ذاتها مؤسسة ابحاث امريكية مختلفة تحدثت في تقارير سابقة ان المساعدات الانسانية الدولية المقدمة للميليشيا تلعب دورا مهما في عملية تجنيد الاطفال وتجعل في استطاعة الميليشيا استقطاب هؤلاء الاطفال سواء كان في مدارس التعليم او عبر مشرفين مواليين لها ومتخصصين في تحشيد الاطفال نحو جباهة القتال وفقا للتقارير الاممية نفسها دعم اممي للميليشيا الحوثية هذه المرة في مجال المطابع التي اعتبرها البعض تسهم في ترويج الفكر العنصري وتشيع شرائح واسعة من اليمنيين من خلال تزييف المناهج وترسيخ الشعارات المستقدمة من ايران وهو ما دفع الحكومة الشرعية لمطالبة المنظمة الاممية بوقف اجراءات تسليم الطابعات للميليشيا وعدم توجيه الدعم الذي تقدمه الدول المانحة الاممية للميليشيا في حين ان تلك الاموال يفترض ان يتم توجيهها لمواجهة جرائم تجنيد الاطفال وتبني برامج لاعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع وتشجيع عودتهم الى المدارس محللون ومراقبون محليون قالوا ان الدعم الاممي الذي يقدم الى مناطق سيطرة الميليشيا يعد احد ابرز اسباب حدوث الانتهاكات والجرائم في مناطق سيطرتها خاصة جرائم تجنيد الاطفال التي تستعملهم الميليشيا كوقود لحربها العبثية وتدفع بالالاف من الاطفال الى محارق الموت